أنا أعرف أن اتحاد أوروبي بيدي دائماً حوافز للدول اللي بتستخدم الطاقة المتجددة وخصوصاً الهايدروجين الأخضر إيه أهم هذه الحوافز؟ أو حتى مش بيدي حوافز يعني فيه زي الأيزو أو زي الشرطات الدول الأكثر استخداماً بتبقى أكثر طلباً ليه أو أقرب لأسواق الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي بالذات بعد حرب روسيا حتى عنده شروط رئيسية ثلاثة أي الأولاني أول شرط أنه يبتعد عن الوقود الأحفوري وبالتالي يحطه في كل المنازل بالأمر والفلل محطات طاقة شمسية عشان يستغيل الضوء والشمس في إنتاج الكهرباء ويقلل من الغاز أدي واحد أنه بيستورد كهرباء لما يستورد كهرباء ما يستوردهاش إلا كهرباء من الطاقة المتجددة ده الشرط الثاني ليه بقى؟ لأن الطاقة المتجددة لا تعتمد على الوقود الأحفوري أولاً صديقة للبيئة لأن الوقود الأحفوري أسعاره متغيرة تبقى للجيوسياسية مرس يعني هو ليه حط الشرط ده؟ ما شرط؟ ممكن يعني يقولك أنا عايز تققى وخلف لا لأنه لما حضرتك بتاخد منتج من مكانه الماء المنتج ده ممكن سعره يطلع وينزل نتيجة أنه الغاز عندي النهاردة بقى غالي نهاردة إنما الطاقة المتجددة لا الشمس هتغلق ولا الهواء هيغلق لأنه منهم شخص ده حاجة طبيعية فبالتالي المصدر بتاعه هو ضابر السعر وكمان مستدام يعني الهواء والماء مستدامين تمام؟ بالنسبة للشمس أو باخد تقطر يحد طيب ده الشرط الثاني الشرط الثالث أدور فين الدول اللي جاهزة أنها تنتج هيدروجين أخضر وأشاركها مش أشتري منها أشاركها ليه؟ أشاركها لأننا لما أشاركها لو حصل أي مشاكل سياسية أنا ليه حق أن أخذ المنتج ما يقطعش عني زي ما حصل في الحروب السابقة أن أنا أقطع الغاز أو 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 فبالتالي يبقى ضامن ثلاث حاجات ضامن أن الطاقة وصله ده في اتجاه الطاقة سنين المنتجات بقى أين كان نوع المنتج حتى لو كان مج المنتج ده جاي منين؟ المصنع بتاعه بيستخدم طاقة نوع حقيق لا لا معقولة الكلام ده أيو تدى شروط دخلة دلوقتي على المنتجات المنتجات اللي بتستخدم أصلا كده مش هتقدر يعني مش مش شكل ده مش هتقدر تعمل ده فعلا؟ بيعمله ده بدأ فيه ده هيحول العالم لو أنتع السبعة حاجتك لغضب غضب عنك أنك تعتمد على الطاقة المتجددة تعتمد على الطاقة المتجددة اللي هي نسبة الإنبعاث بتاعها لسانوكسين كوربون قليل خد بحضتك ممكن يبقى طاقة نوية لأن طاقة نوية النسبة الإنبعاث بتاعها حوالي لكل كيلو كهرباء حوالي 15 جرام فده تعتبر نظيفة أولاست متجددة ولكن مقبولة إنما كل المنتجات اللي جاية هتبقى في هذا الاتجاه لأن العالم كله هيعتمد على الهيدروجين ومنتجاته طبعا على كده هل في الدراسات بتقول إحنا كمان كم سنة ممكن يعني نستغنى تماما عن 20-50 لأن المستهدف على مستوى العالم في 20-40 400 مليون طن هيدروجين أخضر لما أقوله 400 مليون طن هيدروجين أخضر نضرب في 5 يبقى أمونيا خضرة والاستخدمات الطاقة 20-50 700 مليون طن هيدروجين أخضر يبقى لما نقول أمونيا خضرة نضرب برضو في 5 فبالتالي نسبة الاعتماد على الوقود الحفوري بتقل حتى 20-50 إنما هي دلوقتي معتمدين على اعتماد شبه رئيسي ولكن الاتجاهت كلها أنها تبعد عن الوقود الحفوري والاتجاه إلى الطاقة المتجددة